موسيقى السلام ومرحبا بكم في وصفة جديدة من شهيوات فاطمة وصفة اليوم فرومب الشوكولة والكرامل مصنوع بالمكونات الموجودة في البيت هذه هي أول مرة نقوم بها هذه الوصفة هي نفسها بالنسبة لفرومب الكراميل أضفت لها شوكولة دايبة مع الكرامل والذوق رائع سننقوم بمباشرة الى طريقة التحضير نحضر أول الكراميل نقوم بوضع 150 غرام سكر في كاسرونة نضعها على نور المتوسطة ونقوم بتحركها بهذه الطريقة من وقت لآخر حتى يدوب كامل السكر ونحصله على كراميل من بعد ذلك نضع قليل من الكراميل في كل قالب أنا استعملت قوالب فردية تقدروا تستعملوا قالب واحد كبير مثل الذي استعملته في وصلة فلونة بالكراميل رابط الوصفة تحت الفيديو نحضر ثانيا الشوكولة نخلطوا 100 غرام شوكولة مع 100 مليلتر كريمة طازجة أو حليب نضعهم في أمبول ونضعهم في الميكرواند أو باماري حتى يدوب بمليح الشوكولة نقوم الآن بتحضير الفلون نحتاج بالنسبة للفلون ثلاث بايدات 80 غرام سكر ما يعادل سبعة مغارف كبار سكر عادي لفاني سائلة أو غبرة وهي الشوكولة اللي ضوبناها ونحتاج أيضا 500 مليلتر ما يعادل نصف لترة حليب ساخن نبدأ أولا بوضع السكر مع البيض نخلطوا شوية من بعد نزيد عليهم كمية على حساب دوقيكم ونستمر في الخلط من خلطوا مليح البيض والسكر والعبالي نزيد لهم مزيج الشوكولة ونزيد ونخلطوا حتى يمتازج مليح الخالط وفي الأخير نفرغوا 500 مليلتر الحليب الساخن ونقعد نخلطوا حتى نتحصلوا على خالط متجانس نحضر القوالب ونقوم بملئهم بالمزيج هذه الكمية أعطتني حوالي 6 حصص نعمرهم كامل ومن نعمرهم ونكملوا سنوضعهم في بلا يكون عامق تفريغ الماء الساخن داخل البلا ونقوم بتفريغ الماء الساخن داخل البلا ونقوم بطهيهم في فرن ساخن على درجة حرارة ضعيفة 150 دراجة مئوية ما يعادل إلى 100 دراجة فالنهايت ومدة الطه من 45 حتى 60 دقيقة على حسر نوعية الفرن ومن الفلون يطيب نتركه يبرد على درجة حرارة البيض من بعد نضعه في التلاجة على الأقل 3 ساعات قبل استهلاكه من يبرد الفلون مليح ونقوم بنزعه من القوالب نمر السكين على جميع الحافة بهذه الطريقة ومن بعد نقلبه القالب على الجهة الأخرى نقلبه على الجهة الأخرى حتى الفلون ينزل ونضعه في صحن التقديم نقوم بنفس العملية بالنسبة لباقية القوالب مليح السكين على الحافة وعلى نسبة لباقية القوالب تكون لباقية القوالب كما تعرفوا الفلون يستهلك بارد كتحلية وكيف ينزع الفلون يكون المطفل وكيف ينزع الفلون ينزع بسهولة ومليحة طيبة وشاهية طيبة ومليحة طيبة ومليحة طيبة يجي ابنين وجاي عنده لقوكي ما اللاموس وشوكونا شوفوا كيفاش يجي من الداخل متماسك المليح وصلنا الى نهاية وصفة اليوم ومع السلامة الى الوصفة الجاية